نحن نوصل كل التحية وكل الأمنيات بالسلامة والشفاء إن شاء الله للدكتور طاه اسماعيل واحد من رموز الكرة الأهلوية الكبار شفت الدكتور طاه الفترة اللي فات التحامل على نفسه قد إيه وده تجسيد لمعاني روح الأهلي روح الانتماء العطاء للأهلي إنه يأجل ألامه ويأجل أوجاعه وشفت الدكتور طاه في المؤتمر الصحف لتقديم المدير الفني قد إيه متفاني وقد إيه متحمل حيدخل يوم السابت إن شاء الله المستشفى هتجرى ليه عملية جراحية لتغيير مفصل الرقبة تحت إدارة أو تحت إشراف خبير ألماني كبير جاي مصر هيجروا للعملية بأحد المستشفى الكبرى بإذن الله كل التحيات وكل التمنيات بالشفاء للشيخ طاه ويرجع إن شاء الله في أسرع وقت عشان يمارس عمله المهم في لجنة التخطيط والمتابعة في النادي الأهلي ده الدكتور طاه وهو حريص على حضور المؤتمر الصحف وحريص على إنه يقدم ريني فيلر المدير الفني لرجال الإعلام ويعرف الناس على فلسفة الاختيار وحيثيات تفضيل الأهلي لهذا المدرب اللي الحقيقة كل الأخبار اللي جاية من التدريبات لا حد بيطوروا حد زي ما الشيخ طاه قال قال إنه فلسفتنا في هذا الاختيار حد مدرب صنايعي حيشتغل بإيده اللعبة محتاجة شغل كتير محتاجة شغل تكتيك كتير فالاحتياج لمدرب شاب عنده طموح وعنده حماس وعنده قدرة على العمل الميداني في الملعب فنتمنى إن شاء الله الأمور تسير بهذا الشكل وفي الإطار الطبيعي بإذن الله ده بالنسبة للدكتور طاه اللي بنقوله ألف ألف سلام عليكم إن شاء الله يوم السابت نطمئن عليكم ويخرج من غرفة العمليات إن شاء الله بكل سلامة ويستعيد عفيته سريعا إن شاء الله